إنه إذا بدك تصنع مستقبل ما فيك تصنعه بالترقيع يعني ما فينا نجي نرقيع عنا استحقاق بكرة تعالوا نشوف كيف فينا نرقيع وبعد بكرة في عنا شيء آخر خلينا نشوف كيف فينا نرقيع ونستفيد من هون وبعد منه هون وهيدا اللي يخلى كل هالأمور تتأكل وهيدا التأجيل اللي يخلى الأمور توصل لهالدرك اللي وصلنا عليه وكلنا اليوم صار فيه مساوية بالبهدلة مساوية بالزل وبالبهدلة بالزل وبالبهدلة وأختصر القول بكلمة غدا جواب على أي لبنان نوريت بموضوع التشريع كان في إلنا حضور تشريع كتائب لموضوع المرأة وإن كان موضوع العنف الأسري أو غير من هون جينا نحن اعتبرنا حضور المرأة لازم ينضاف بدل ما يكون تحفيز بدل ما يكون 20% بالمكتب السياسي فليكن 25% في الحد الأدنى ويمكن يكون 100% ويمكن يكون 90% بس فيه تحفيز لا يجب أن يكون هيدا عملية تحفيز لخوض هذا لأنه نعتبر أنه الجدية والعمل الملفات التي تستلمون المرأة بشكل عام والمرأة الكتائبية بشكل خاص عم بيعطوا نتيجة جد إيجابية من هون فيه تحفيز 25% والأهم من هيك حتى بموضوع الانتساب إلى حزب الكتائب وقت اللي نحن بنقول من يريد الانتساب إلى حزب الكتائب أن يكون منحدر من أصل لبناني وكمان حطينا أن يكون كمان فيه ينتسب أن يكون من أم لبنانية وهذا بعتقد شيء ملفت جدا ومتطور جدا ولكن هيدا من الاقتراحات اللي ستعرض على المؤتمر العام لإقرار اعتمدنا إليه لتسمية كمان مرشحي الحزب للنيابة لأنه وجهتنا عدة أمور بالنيابة بعدد المرشحين ما هو المعيار الكريتير الذي يجب أن يعتمد لترشيح لترشيحك أو لترشيحي أو لترشيح أي شخص طامح يخدم لبنان من خلال حزب الكتائب مجلس الكوادر هو رح يضم رؤس الأقاليم ورؤس الندوات ورؤس المجالس ورؤس المصالح السابقين وبعتقد هذا رح بيكون بعتقد كل طاقات الحزب الموجودة فيها تكون عم بتشارك هلأ بالحزب رح بتشارك بالحزب من خلال مجلس الكوادر كوادر لأنه كله كان زو خبرة عالية جدا كمان اعتمدنا عززنا موضوع الرقابة المالية عززناها واحد من خلال الشفافية المطلقة ورح يكون في بكرة بآخر هذا رح يكون في التقرير المالي بالمؤتمر وعززناها من خلال اعتماد الاختصاص هلأ الأهم من هيك اعتمدنا مبدأ الكومول تمانع يعني اليوم ما في الجمع بين منصبين بين مسؤوليتين ما فيه أنا كون من جهة يعني مسؤول عضو مكتب سياسي وكذلك الأمر يكون كمان اخذ بوست تاني كنا عم نعتبر في تسعة وتسعين أو مية عضو معين بيكون فيه أربع أضعاف الأعضاء المعينين المؤتمر عم بتشكل من أربعمية مندوب اليوم من أربعمية تلاتمية مندوب ومية شخص معينين هالمرة الاقتراح بيكون من خمس أضعاف المعينين يعني بدين ما يكون أربعمية بيصير خمسمية وهيكي منكون وسعنا موضوع المشاركة إذا بدك اليوم نحن المأزومية هي القاعدة وتعليق العمل بالدستور هو المبدأ بانتخابات رئاسة الجمهورية كل ست سنين وتشكيل الحكومات دوريا كمان مأزومة كل مرة واستقلية القضاء المصادر وإلا المحاصر بالوقت الحاضر استراتيجية برأيي هي وحدة إذا بدك تختصر كل شيء عن وين واحد هو معالجة أمر السلاح غير الشرع شو بيقولوا لك الناس شو بدوا صاروا إن الناس صاروا بسبقوك صاروا بغير محل صاروا بغير محل ما بقى قابلين بكلها الخبرية ما بقى قابلين بمحل خاضع للدولة محل مش خاضع للدولة محل ملتزم محل مش ملتزم يعني روحها لأنية معارضة اللي اجتمعت مبارح تقول نحن رح نعلن أسبوع عصيان مدني وشوف شو بيصير بغير محل ما بارف إذا حد المسؤولين مع الخبر إذا الدولار برمه 60 أو 65 إنهيار تيم تانكة البنزين مليون وميتين أف كله هيدا من وين كل هالشي هالهريان من الإنجازات هيدا بكل الملفات اللي عم تنطرح كلها مردها محل واحد إذا هالمحل بينحال باعتقد تستقيم الأمور ترجمة نانسي قنقر